واحدة جاءت قالتلي دا ابنك مش عارفة عمل ايه مع بنتي ولا لا عمل دا مستوى تاني انا كنت لسه هكمل او اكتشفت ان الابن بيبص على اخته زي ما حضرتك قلت من دلوقتي يعني تتعامل معه ازاي فيه امك ممكن تتعنف عليه اقولك حكتيه ما تتحكيش بس اولا انا بسطر الدنيا يعني اسد خرم الباب وبنبه الاطراف كلها محدش يبص على حد وعادة بيبقى فيه حد عنده فضول اكتر من التاني هو دا اللي تلاقي ان التاني اللي بعندوش فضول دايما يقول ايه دا دا بيبص علي وانا بغير دا حتى لو ولدين في نفس القوضة وفرق السن بينهم سنتين ثلاثة تلاقي واحد عادي وهو بيغير والتاني بيغير هو ما يهموش والتاني لو دا بيغير تلاقي دايما عينو عليه بيرقبه درجة ما من الفضول المبالغ فيه الفضول اللي هو ممكن ما يكونش فيه اي حاجة هو بش فضول هو فضول بس هو تطور طبيعي هو تطور طبيعي لازم هنا كاهل افرق ان دا بفضول ولا دا حاجة تانية الحاجة التانية ما بتبقاش انحراف بالخلقة بتلاقي واحد عنده واربع سنين منحرف دا لازم يكون شاف حاجة بتيجي انه تساب لحد دم تجرأ ثم لمس حد ما قالش انه لمسني ثم ابتدى يجيله تخيلات معينة لعله بقى شاف حاجة في تلفزيون في فيلم مثلا ولا سمح حاجة من حد فعايز يلمس التاني ويبتدي يحصل بقى نوع من التعري قدام بعض ويبتدوا يحاولوا تماث بشكل معين يعني دي مرحلة متأخرة انا بقول من بدري كيفية التفادي كيفية التفادي تاني عشان الناس ما تطلخبطش بقول لولادي يبقوا عارفين انه جسمك ده خاص بيك انت محدش يلمسه الا بابا وماما بيطبطبوا عليك بيلعبوا ايه لاخره ثم انه في حال ان حد عايز يبعد بيك عن المكان اللي ماما وبابا موجودين فيه او في صحبة امنة لازم تستأذن الاول من ماما وابا ما يفعش تروح معاه كويس ثم لو حد تعد عليك لازم تتكلم علشان ابني يكلمني في حاجة زي دي لازم يبقى مطمين لي هنا اللي بتقع المشكلة الكبيرة عند اطفال كتير قوي من اولادنا انه بيحصل له حاجة وهو عارف ان ده ممنوع وعيب وغلط وحرام فاول حاجة الولاد بيحسوها يا جباة انه هم السبب انه هم غلطوا فبيسكتوا امتى الولاد بيتكلموا اللي علاقتهم بابهاتهم وامهاتهم فيها امان وثقة امان وثقة مين اللي علاقتهم بامهاتهم وابهاتهم فيها امان اللي دايما الاب والام ما بينهروش الولاد ما بيزعقوش وما بيغلطوش الولاد عمال على بطال وبيلفتوا نظر الولاد كتير للمميزات اللي فيهم اكتر من العيوب تاني اقولها انا فهمه اصدق بس المشكلة كبيرة المشكلة كبيرة انه فيه اهالي كتير زي ما انت بتقول انه بيزعقوا كتير بيضربوا كتير وفاكرين ان هو ده صح او هي دي تربية او مش مركزين اصلا اللي بيعملوا كده مع اولادهم هم دول الاطفال اللي بيعرضين الخطف اللي لما بيتعرضوا اه للتحرش او للاختصاب ما بيقدروش يتكلموا لانه بيبقى متصور الولد او البنت انه غلطا فيه باطنه داخل نفسه ان الغلطة غلطته وانه هيتعاقب عليها مع انه ما عملش حاجة بس بيديله كده زي بالضبط عارفة بشبهها بايه يا استاذ اميري لما بيحصل طلاق ما بين الاب والام اول حاجة الاولاد بيفكروا فيها ايه انه هما السبب احسنتي انه هما السبب يبقى احنا دايما واحنا بنربي اولادنا اه بنعلمهم الغلط بان احنا لما الولاد بيغلطوا بنقول لهم ده غلط ولكن الاكتر دايما لازم اقول لولادي الصح اللي فيهم اكتر ما بنوه على الغلط نمرة اتنين التوجيه ما يبقاش بالزعيق والسريخ وبس التوجيه بيجي احسن واقوى لما بقى انا بوجيهم بان انا قضوة ليهم وخليني ااخد بقى الكلمة دي ونخش في موضوعنا اللي احنا المفروض هنتكلم فيه النهاردة اللي هو التربية تربية الاطفال تربية الاطفال الاب او الام الكيسين الفاطنين اللي بيربوا بالمثل ان انا بقى مثل اعلى لولادي عشان كده لو تلاحظت دايما اقولك لازم نحافظ على صحتنا ايه ونلعب رياضة ليه علشان نقدر نواكب الجهد بتاع الولاد لان اولادنا ربنا ديهم الصحة جهدهم اعلى من جهدنا احنا بنكبر في السن فبنضعف شوي تلاقي ابوهات وامهات طول النهار يقول لولادهم انت زمالك بيلعبوا رياضة وانت لأ انت هتفضل كده قاعد ما بتتمرنش وجسمك وحش ومش هتاخد بطولات ومش هتبقى راجل قوي وصحيح مش هيبقى فرم مش هيبقى فرم ويزقوا على انه يلعب ييجي يودون نادي فتلاقي المنظر بقى يضحك قوي انا بدحك على المنظر ده كتير لاقي الاب والام قاعدين انا طبعا بتفرج على ولادي في تمرينهم ساعد ولكن وانا بتفرج على ولادي في تمرينهم عادة بابقى لابس لبس رياضة وبتمرن انا كمان انا جاي من تمرين بتاعي فالعلاقة صحية جدا الولد بيتمرن او البنت علشان الاب والام بيتمرنوا ومن الصحة لنا يا كبار الرياضة كذلك اللي يقعد يقول لابنه زاكر 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 وكتير قوي دلوقتي في مصر عطلين يعني ما بيشتغلوش وتلاقي الاب والام قاعد طول النهارة على التلفزيون وعملين يده اوامر مذاكرة فيقول للاب والام طب انت ولا بتشتغل ولا بتذاكر اذاكر انا ليه يبقى تربية بالقدوة والمثل الاعلى دي اقوى وافضل طرق التربية خليني اقول بقى المعاصرة ليه المعاصرة لان احنا واحنا صغيرين من تلاتين واربعين سنة كنا بنيجي بالتوجيه بالامر لاني معرفش الا اني اسمع كلام بابا وماما دلوقتي ولادنا العكس ما بيجوش باوامر ولادنا بيجو بالحب اسمها كده بالحب طبعا فاللي يخليهم يلتزموا بشيء معين صحي لما يشوفوني انا بمارسوا ده اقرب طريقة لانهم ينضبطوا في ايقاع اداءهم في الحياة لو انا ما عملتش كده وعولت واعتمدت فقط على اني بأمر الولاد بيحصل لهم حاجة من اتنين يا اما بينفروا مني تماما وما بيسمعونيش بعد كده مهما زعقت وضربت وصرخت وما بيعملوش الصح اللي انا شايف انه صح يا اما بيعملو غصبا عنهم مقهورين ويعيشوا عمرهم كله حاسين بالعجز والقهر وعدم القدرة على الوقوف لنفسهم في انهم يعبروا عن احتياجهم او طلبهم يعني زي قصة مثلا اللي يجوا في سنوية عامة والابة والامة يقولوا انت هتدخل علمي علوم او ادبي او لازم تدخل الكولية الفلنية بعد سنوية او مش هتدخل الكولية الفلنية الولاد الاصحاء بيختاروا لنفسهم بس الصحيح ده ما بيطلعش عادة الا الاب وام عندهم نضجوا وعي بان انا عايز ابني يطلع عايش قوي وسعيد مش عايز ابني يطلع طبيب زي او محاسب زي اخويا لانه نجح اعود ولادي زي انه هم يبوا يحكولي على كل حاجة يعني انه هو لو شاف اي حاجة في المدرسة مش شرط على فكرة تحرش ممكن يكون تحرش لفظي او حد يعنفه بشكل عام يعني ممكن يكون فيه مدرسة تعنف ضربه شتمه او مدرسة او حد معاه ممكن هو ما يجيش يحكيلي لو انا مش صحبته لو خايف مني او لو خايف مني او لو شايف انه ما فيش نتيجة حتى لو جي حكيلي انا ما باخدش رد فعل ولما ابن يجي يحكيلي هل انا بحسسه ان انت دايما على صواب يعني انت بتقولهولي انا اكيد واثقة فيك لان انت اكيد مش بتقول حاجة غلط ولا لا انت كداب لا التخوين وتكديب الاولاد ان انا عقد اكدبهم حتى لو انا عارف انه بيجذب علي في حاجة انه ساعات الاولاد يعيشوا في حاجة اسمها ميك بيليف يعني ايه يعني اطفال سنة اربعة وخمس ست سنين ده انا عايز اقولك حاجة على موضوع اربعة سنين ده اوكي يجي يحكيلك الطفل او الطفلة حكاية من بنات خياله يبنيها هو ايه يتخيلها ايه ده شيء صحي جدا عند الاولاد يا جماعة هل جد؟ اه انا مرة بنتي جدت قالتلي مامي انا البوليس ضربني ثلاث سنين ونص البوليس ضربني البوليس ضربني وهيبقض علي ليه يا حبيبتي ضربت وبعاكيه الشارع كله ضربني واحنا باكننا في العربية وماشينا قلتلي ماما الشارع ده كله ضربني فانه ممكن هي لو جدت قالتلي مثلا ده مامي ده ده رابتني وحصلت قبل كده وبشك لكن ده هي لقيت بعد كده لقى ده ان البوليس والشارع كله وهي مضطهدة اولا ردة الفعل بتاعت حضرتك هتبقى حاجة من اتنين مش عايز اسألك على هو انت عملتي ايه بالزبط بس ردة الفعل بتبقى حاجة من اتنين يا اما ايه ده تعالي قولي لي مين اللي عمل فيك كده ده انا هعمل وهسوي فيه يا اما ردة الفعل التانية اللي هي الصحية بقى اللي هي ردة الفعل الصحية فيها دهشة معقولة كل دول ده رابوكي وايه كمان كلمة وايه كمان دي سحر للاطفال ليه بقى بتعمل بروبينج يعني كمل انا سمعك كمل انا قبلك بس على فكرة بقى انا عملت تانية واحدة عملت تانية انت عملت الصحية طب الحمد بالله وعرف اني عملت المزبط تتساعدك عيشها